موسيقى صباح الخير ما هي الرسائل التي أراد حزب الله توجيهها إلى الداخل والخارج من خلال إطلالة الأمين العام للحزب أمس سؤال طرحت صحف بيروت التي انشغلت عنوينها بمصير حكومة الرئيس تمام سلام والحوار المبتور يوم الاثنين وصولا لاحتمال عقد جلسة تشريعية بالتوسل كي لا نصل وتصل الأمور إلى التسول ضيفي اليوم الاستثفادي الهبر عضو كتلة حزب الكتائب صباح الخير استثفادي أهلا وسهلا بك سنبدأ الحلقة من إحياء الليلة العاشرة من عشراء الأمس وكلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله كاريكاتور ستفرو جبرة بجريدة البلد تحت هذا العنوان صور قبضات ترتفع هاتفة لبيك يا نصر الله وأكبرها يدعو إلى سقوط الإدارات الأمريكية قبل ما ندخل بمضمون كلام الأمين العام للحزب بالشكل ومن خلال حضوره شخصيا وليس عبر الشاشات مثل ما تعودوا الناس شو أراد الحزب أن يرسل الرسائل للداخل وللخارج أيضا يعني مشهدية حاشدة بشكل واسع إضافة إلى مشهدية كمان عشورة يلي عملها حركة أمل كمان كانت حاشدة إنما اليوم في مزايدات داخل الشارع الشيعي خلينا نقول وأكتر من هيك يعني سيد حسن إذا بدك بشكل أو بآخر يعني عم بحاول يأمن تحشيد وعسكرت وتجييش الطايف الشيعية باتجاه لأن اليوم هو غرقان غارق في الحرب السورية يعني بهمه العسكرة اليوم هو بحالة حرب داخل سوريا والعنوين كانت عنوين حرب المشهدية مشهدية حرب العنوين أمريكا وإسرائيل ومستقبل المنطقة والهم الاستثمار من عشورة هو يعني مشروع لبيك يا حسين معنيت فلنقاتل في سوريا هو بحاجة لألاف الشيعة من حزب الله للقتال في سوريا وبحاجة إلى القول أن في اليوم التاسع سنقوله نعم للحسين يعني نعم للحرب في سوريا استثمار الحسين والأهداف هي القدرة على الحضور في الحرب السورية إلى جانب الإيرانيين في معارك حلب ومعارك يعني عودة الانتشار لدعم النظام بقصف يعني من الأجواء بالقصف الروسي طيب هذه بالنسبة لي يمكن شد عصب الشرع الشيعي نعم بالنسبة للشركاء في الوطن ما كانت الرئيسي عرض عدلات ولبنان مبين أنه دولة مخطوفة لمصالح استراتيجية إيرانية بحتة وللأسف غرق الطائفة الشيعية وكل ما نحس أنه يعني السيد حسن هو بحالة إذا بدك بحالة التعالي والهيمنة إلو ردة فعل سنية لأن الحرب هي في المنطقة حرب سنية شيعية حرب يعني إذا بدك قتل الشعوب على مستوى المنطقة من كل الطوايف من كل المذاهب ليش ما عم يجي قتلة من الشيعة وأكتر يعني الشعب السوري يقتل يوميا من الروس ومن الهجوم الإيراني حزب الله والنظام السوري بديون أصبح اليوم يعني أعداد 450 قتيل مدني من منذ بدء يعني الطلعات الجوية الروسية يعني هذا الحراك عم بيؤدي لقتل الناس وتهجيرهم إلى أوروبا وتهجيرهم إلى تركيا وإلى لبنان وتهجيرهم بالداخل السوري يعني حرب ظالمة على كل المستويات وعلى المستوى اللبناني نسمع خلينا نقول بالإيجابية منسمع أنه بريد حزب الله بقاء المؤسسات وحماية المؤسسات الدولة بالحد الأدنى إنما لا تسهيل لا بموضوع النفايات لا بموضوع مجلس الوزراء يعني مزيدات إنما الهدف الأساسي البوصلي متجهة للحرب سيد حسن اليوم هو في حالة حرب في سوريا بيعتبرها حرب مصيرية أعطاها عنوين كبيرة إنما عمليا النتيجة هو قتل الشعب السوري يريد أن يترجم هذه الحالة لبنانيا استاذ فادي برأيك هو خاطف لبنان للحقيقة نحن يعني بلبنان ولبنان مخطوف حتى على مستوى المؤسسات وعلى مستوى دولة حزب الله ما راح نقول دولة دولة حزب الله الجيش الشيعي اللي يمتلكه سيد حسن وبتشوف يعني هذه البيئة مبارح هذه المشهدية المشهدية إذا بدك الضامنة والمجيشة يعني باتجاه أفكار سيد حسن أو مشروعه أو مشروعه يلي بيخدم المدى استراتيجي باتفاقه تنقول باتفاقه مع الاستراتيجية الإيرانية يعني وهي الهيمني على المنطقة بس أكيد من ضمن البنان بالشكل أيضا لفتت الصحف أنه بعد ما انتهت الكلمات جمهور مجمع سيد الشهداء وقف على مدى دقيقة وبدل ما يقول الموت لإسرائيل قال الموت لآل سعود هل فينا نستنتج أنه إسرائيل ما عادت العدو الأول لحزب الله يعني استبدلها بعدو آخر ورفع شعار الموت لآل سعود بوقت معلوم العلاقات الوثيقة التي تربط حكومة لبنان بحكومة المملكة العربية السعودية والمساعدات التي تقدمها للبنان هل هي اليوم في خطر؟ يعني يلي وضح الحالة على مستوى المنطقة والي وضح العلاقة بين إيران وأمريكا وإسرائيل وروسية هو الأطلعات الروسية يلي يعني وكابتها اتفاق روسي تركي بشكل عام على الأجواء أمريكي خاصة وبنفس الوقت اتفاق روسي إسرائيل معنيتها القاسم المشترك هم الروس يلي عملوا الاتفاق وأنا قلت من أربع سنين أنه زيارة بوتين إلى إسرائيل إلى حيفا مع نتنياهو أسس لحماية هذا النظام على الطريقة الروسية اليوم لها السبب فضح أي فضح يعني هلأ اليوم مكملة من الأول عمل الضماني الروسي وزيارة بوتين لروسية واستكمالها اليوم يعني فيه لها السبب نشوف ضعف أمريكا وترهل أمريكا على مستوى المنطقة وإجريها مش على الأرض وأوباما أصبح خارجا مثلا حتى بمنطقة حتى بفترة الكيميوي مين كان يلي قسم القرار يلي يعني هو كان القرار له الإسرائيلة الذي دعم الروسي وأمنوا يعني شيء للكيميوي من سوريا وما إجا إذا بدك هجوم أمريكي ما خلوا أتقرب له لأنه عمل هذا الاتفاق أصلا بوتين وهي كتبت الصحف بحينة بس كان اتفاق مبكر ما حدا أعطاه الأهمية اليوم عم نشوف أنه حقيقة الهدف هو السنة ومين حامل السنة المملكة العربية السعودية بالنسبة لإيران وبالنسبة للسيد حسن وهذا مضر للبنان بكترة مضر لبنان على مستوى أول شيء شعب لبنان أكان شيعي أو سني أو مسيحي يلي بيشتغل بالخليج العلاقات أكتر الأخوية بيننا وبين المملكين نحن ما عمل مانع يكون عنا علاقات أخوية مع إيران إنما يختلفوا بره لها السبب عم نحكي على طول تحييد لبنان يعني شو عم تحكي الكتائب شو عم يعمل بالعكس سيد حسن يقحم لبنان بمشروع الإيراني ودجا خطف لبنان هل هذه الأهمية كان ظهوره شخصي يعني تحدى الخطر الأمني وظهر شخصيا هل أد كان عاطئ أهمية لهذا الموضوع السيد حسن الموضوع العداء للسعودية صار موضوع يعني عنوان ثابت عنده وهدف ثابت خاصة بعد عاصفة الحزم والهجوم على اليمن من قبل الخليج أو حماية إذا بدك الحدود الجنوبية للسعودية إنما خلينا نقول الهدف الأول هو يعني قهر السنة وخدمة لهذا الخلاف للأسف يلي عم بيطير الدول العربية أكان إسلامي أو مسيحي أو كل 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 يعني في دمار للمنطقة العربية خاصة الجو الإقليمي عنا بمناطقنا هلأ محيد بالحد الأدنى لبنين إنما هذا الصراع والهجوم على السعودية والخليج من قبل السيد حسن نصر الله هذا مضر على السنين المستقبلة المقبلة بالقراءات لإطلالة الأمين العام لحزب الله جريدة السفير قالت إنه يعني رسالة واضحة إلى جمهوره بأننا رغم ما واجهناه على مدى سني المقاومة ضد إسرائيل وقوة تكفير لن نيأس ولن نتعب ولن نتراجع بل مستمرون بالمواجهة وسننتصر فيها أيضا جريدة الأخبار قالت إنه بالنسبة للسيد حسن العدو والإدارة الأمريكية وسمى وكلاءها في هذه المنطقة واضع الملك السعودي بنفس الخاني مع زعيم داعش وأمير تنظيم القاعدة يعني العالمي وفي سوريا هل فينا نقرأ بهجومه على الإدارة الأمريكية ومثل ما كان الكاريكاتور ببداية الحلقة على ما اعتبره ستافر جبرى للإدارات الأمريكية امتعاد غير مباشر لسلوك الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة طريق التنفيذ لأنه تم التصويت عليه في إيران أخيرا نعم يلا بانتظار التنفيذ تنفيذ هو يعني إيران عودة إذا بدك المليارات يلي على أثر العقوبات كانت محجوزة ببنوك الأوروبا وأمريكا بانتظار هالشي يعني من خلال آلية التعاطي وعودة تنامي الاقتصاد الإيراني بإيجابية أمريكية وأوروبية يعني معيدة تعامل إيراني أوروبي أمريكي عم بيحكي العكس سيد حسن يعني مش عم يعطي للصورة المزبوطة الصورة المشهدية الحقيقية الحقيقة هي خلينا نشوف هل من المصادة في السؤال يقتل شعب فلسطين يلي بأكثر وسنة من قبل اليهود اليوم بفلسطين ويقتل الشعب السوري بأكثر يتوسنة من قبل السيد حسن والنظام السوري والروسي وإيران يعني برنامي الشيعي بدعم روسي والعنوان هو إرهاب وبالآخر قتل الجيش السوري قتل الشعب السوري يعني واتك أنت قتل مع السالح اليوم نحن كمان بالعراق بالهجومات اللي عم تصير اليوم كمان الحشد الشعبية إذا بدك يزايد على الجيش العراقي في العراق بقتل وتدمير الضيع العراقية يلي هي مية بالمية سنية يعني هل هي مصادفة مبين أنه في برنامج حرب وكسر الوجود الضخم على المستوى الديموغرافي السني لأن في مصالح شيعية في مصالح إيرانية عفواً مش شيعية أكتر بدعم شيعية وبدعم روسي مصالح اقتصادية مستقبلية مصالح بيت مصالح سعر النفض مصالح الدخول بأوبك مصالح هلأ مثلاً زيادة الإنتاج الإيراني خمسمائة ألف برميل يومي كله بدسوه كله السعودية ليش عشر مليون برميل يومي ما بدو يقاسموها روسيا في عندها إنتاج نفطي خاصة هلأ بنزلت سعر النفط لمدون الخمسين ما كلها هي مزحمات وكلها بالأخير مصالح دول ومصالح اقتصاد وكل واحد بدو محله بالعراق عم نوصل لألفان وثمينمائة إلى مليونين وثمينمائة ألف برميل يومي بالعراق ما كلها يعني زيحتها عد محلك بهال مشهد كله زيارة الرئيس الأسد لموسكو يعني على طريقة اللبنانيين بيصير فيه قراءات لهذه الزيارة لاستنتاج ما ستقول إليه الأمور في المرحلة المقبلة يامعيد بجريدة الديار أوردت قراءة عن ترددات زيارة الأسد لموسكو أنها ضعيفة لبنانيا ولن ينسحب الجهد لحل سياسي بالأشهر المقبلة بالضرورة على الواقع اللبناني المأزوم حيث التصعيد مازال عنوان المرحلة بتوافق هذه القراءة أم أننا يعني بالعكس كلمة حل حل سوريا بتتحل حل لبنانيا لا أعتقد أنه يعني الحل في لبنان يعني بعد سوريا الجديدة سوريا الجديدة من المؤكد أمتى بالتوقيت ما بعد حتى وقت كتير سوريا الجديدة بدا وقت كتير بدا وقت كتير أنه سوريا الجديدة هي من غير بشار الأسد يعني اليوم عم بيدرسوا بيسوى عملية الخروج الآمن للرئيس الأسد هلأ في دول يعني ما بدأ المرحلة الانتقالية يكون فيها الرئيس الأسد بدأ المرحلة الانتقالية يكون فيه يعني من غير بشار الأسد لأنه هو الكارثي اللي خلق داعش وخلق التطرف على مستوى سوريا يعني على كل حال هذا مش رأيزي روسية روسية بدأت حسن وضعه اليوم تتباظر فيه لقدام مع أمريكا ومع السعودية لأن حقيقة فيه علاقات خلينا نقول هناك علاقات ديبلوميسية بلاش تتصير وثيقة بين الخليج أي السعودية والإمارات مع السوفيت لا نختصر هذا المشهد وأسقاطه على المشهد اللبناني هل بتوافق ماشات الجمهورية اليوم التي قالت أن لبنان عالق على الحل السوري يعني لا حلول قريبة في الأفق ولا يجب توقع انفراجات قريبة إلا في حال قرر أحد الأطراف قلب الطاولة لا نحن معروف أنه نحن شوفي مشهدية مجلس الوزراء بتصريف الأعمال شوفي المجلس مية بمعطل شوفي رئاسة الجمهورية مفراجة كل هالأشياء يعني نحن بحالة انتظار بحالة انتظار أولا انتهاء الملف السوري أو عند بداية يعني تفعيل التنفيذة قلية تنفيذ حقيقية للملف السوري بل كأنه نحن يعني حدا يقتنس الفرص هل ممكن إذا صار في أقلب بالطاولة من قبل أحد الفرقاء يعني مثلا استيقالة الرئيس السلام خروج مستقبل من الحوار أي تطور آخر ممكن يغير بمجرى الأمور لا ما بتأثر هيدا ما بتأثر يعني ما بترجع الحل ما بتأثر بصرف أعمال ما هو الأنجا عم بصرف أعمال ما عم بيجتمع يعني ما تضغط ما بتضغط تطورات أمنية معينة ما بتقلب الأولويات ما بتقلب لأن أصلا ما بده إياها حزب ألا وهو بيني وبينك يعني خاطف البلد يعني عم بيدير المؤسسات على الطريقة وعم بيساعدوا الرئيس بالري خاطف البلد خاطف البلد يعني إذا بديك تصريف الأعمال بالحد الأدنى هذه إياها يعني حالة لبنان وضع في السلاجة في حالة انتظار لسوريا الجديدة هذا الواقع هذا الواقع لأنه حرب مش صايرة يعني من مئة سنة مش صايرة من حرب العالمية ما صار عندنا يعني عم بصير على يعني ما بعد الحدود وما ننسى يعني كمان حضور الجيش على الحدود يبتشبه الحرب العالمية اللي عم بصير حرب عالمية بمنطقة إقليمية يعني مش حرب عالمية على مستوى العالم على مستوى العالم بعد الفاصل موضوع النفايات جلسة تشجعية قبل موضوع النفايات عفوا يعني تقاسم الأجواء هو إذا فيك تسقطي بيكون مشهد إذا بديك شرق أوسط جديد أو مشهد سوريا المقسمة عن جديد يعني شمال حلب أكيد شمال حلب جنوب حلب محل مهن الروس شمال حلب يلي هي المظلة الدولية تركية أمريكا والجنوب هون منطقة إسرائيل يعني جنوب الشام منطقة إسرائيل يعني ثلاث مناطق هي منطقة مناطق هي سوريا الجديدة سوريا الجديدة بعد الفاصل شؤوننا اللبنانية بالتفصيل معك سيد فادي الاحضاعت واناعد أشترك قنقر شكرا